محمود برضو اخد رأيك في نفس الامور نهاردة يوم المصريين بسببها الهوية وزمان كوية او في نفس الوقت منتخب مص طبعا للناشئين وهو زي ما بقول حجر الاساس للمنتخب الاول بيخسر 4-0 على ارضك بيخرج من البطولة الامة وفرقية بيتهيله للكاس العالم ناس زي مالك بيبتعد عن دور الابطال خلاص الامور صعبة جدا جدا نادي الاهلي بالتعادل ده بيصعب الامور عليه لكن طبعا مازال فيه الامل فيه المباراة القادمة ولكن النتائج النهاردة مش في صالح الكرة المصرية خلاص برضو اخد رأيك في النقطة يعني في البداية فروض ده جرس انزار للكرة المصرية واحنا اتكلمنا علىها كتير انت ما عندكش اساس محترم ما عندكش مدربين بتشتغل ما عندكش ادارة بتشتغل صح انت عندك عشويات في الكرة المصرية انت عندك عشويات في المسابقات اللي انت بتلعبها انت بتلعب كل 3 ايام مباراة او مباراة في اليوم او 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 فده كله ده بيدور الكرة المصرية نحن نتفرج على فرقة 2003 منتخب 2003 المفروض يكون عندنا منتخب جاي بتتلعب على ارضك اكيد بيبقى عندك فارق كبير جدا يا فاروق الوقت اصبح انت لما بتيجي تقول على اللعب السنغال بتبقى الآن على اللعب الكاميرون بتبقى خايف هتلاعب بالنجيريا بتحط يدك على قلب صحيح انت بتروح نارضة زمالك ده ناتجة طبيعية للقرة في ناتجة زمالك النهاردة بتلعب مع فرقة الترجي كلنا قايلين ان الترجي يا رب الزمالك يرجع بتعادل لكن المستوى مش جيد المستوى عشوية النهاردة تقدر تقول انا بقولك في ريلا كان في غايبوبة خليني انا دفعت عنه كتير جدا في اوقات من ال دفعت و كنت ضدك الترجي كتير جدا لأ بس النهاردة اللي انا بشوفه في الكورة انت راجل رايح تلعب مع الترجي لا النهاردة زي ما تفرجنا عساندوز بتلعب قدام النادلالة عندهم ثقافة الفوز عندهم فرقة بتهاجل بره ارضه اه بتلعب بره ارضك ده الراجل كمان المدير الفن بيغير اتنين عشان يكسب بعد الجون اللي دخل فيه فالراجل ما بيدفعش احنا برضو بنعمل حاجات كتير جدا في الكورة بنقعد نفخم في الفرقة اللي هلعبها وسايبين فرقتنا فبالتالي انت ما عندكش كورة في مصر ما عندكش مدربين في مصر ما عندكش اقدارة تقعد تمسك خلينا اقولك كمان يا فرق امكان انا اسميه قريد تصريح مش عارفه صحة ولا غلط لما يكون عندك مباراة مهمة مع منتخب مصر ويطلع رئيس اتحاد الكورة ويقول تصريح ويهاجم فيه المدير الفني فدي كمان كارسة انت عندك مباراة كوية لان كله بيحمل المدربين كله بيرمى على كل الفترة اللي جاية بيرمى على اللي قابله اللي مش قد المكان اللي هو فيه يستقيل ويمشي يقول انا مش قادر حتى لو كنت انت مين اقول انا مش قادر سيب ناس بتعرف في الكورة او بتفهم في الكورة الدير احنا عايزين نبقى عندنا كورة مين عندنا بيفهم في الكورة وبيع في دير الكابتن يا بشا ما فيه عندك الكابتن طارب زيد فيه عندك الكابتن يعني فيه ناس كتير جدا ما تجيبهم ولو دورت يا فاروق مهندس محمود طارب يعني بقولك فيه ناس عمدها مش محتاجة هات ناس شبعانة تمسك تمسك الكورة عشان يبقى فيه صاحب قرار ومدربين وفرق وفلوس واستثمار فانت ما عندك شهورة يمكن انا قعد مع الكابتن ريدا قدامك خمس ست سنين الجيل ده مش هعمل لك انجاز ولا هيعمل لك حال هو باين يا كابتن هو باين من بدري انت كمان بتعرف لي زيد على كده يا كابتن ريدا المديرين الفنيين اللي بتنزل بتفتي انا النهاردة محتاج ان انا نكسب انت النهاردة بتقعد او عمر السيسي مانش الزمالك مش عايز اخلش في النهارة لكن انا بكلمك حتى التغييرات غلط حتى التشكيل اللي انت بتلعب بيه غلط سيبك من التحكيم النهاردة التحكيم عادل مش محدش يرجع اقول لك اصل الفار وبيظلم وما بيظلموش انت ما عندكش كورة ما عندكش لعيبة جيدة عندك مبالغ كبيرة جدا بتدي لعيبة مبالغ جدا يعني انا لازم اوصل اكسل العالم كل 4 سائل انت بتصرف كثير جدا على دوري وعلى لعيبة وفي نفس الوقت وانت لما تجيب لي لعيبة ده انت كده تلعب بتكسب اي حد لما تروح تلعب توصل كاس عالم تاخد على قل بطولة افريقيا لكن انت النهاردة عايش في الكورة لا انت بتلعب كورة المجرد ان انت بتلعب كورة وده اللي احنا شوفنا النهاردة في المتشار